اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة شاد سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالدعم لمحدود الذي يليه جلالة الملك المعظم لقطاع التعليم باعتباره احد الركاز الاساسية للمشروع الاصلاحي لجلالته وبالاهتمام الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع التعليم وتطويره واضاف العسومي ان الوثيقة جاءت نتاج جهد كبير قام به البرلمان العربي على مدار دور عقاد كامل بالتعاون مع مجموعة من الشركة رفيعية المستوى في اعداد الوثيقة التي تعد بمثابة خطة ورؤية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي اشتركوا في القناة